مرحبا 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 بكم في طبق أساور لاس فيغاس دائما في إطار روح وصفات السهلة السريعة والصحية أنا جربت واحد له كيك وتشهيت انكم تصوبوه و تضقوه معايا اعجابي كيك في الكرموس تقوه معايا سوف نتحضر الوزة السابقة سوف يحتاج فقودة مرحبا ثم سوف يحتاج الكرموس نحتاج فقودة 1 كبه أربع أوروزة ما يحتاجه 150 غرام الطحين ثلاثة البيضات أحد مقربة كينوى 50 غرام ضطعين أحد مقربة الكينوى 50 مليلتر الزيت البلدية أحد مقربة كينوى 50 مليلتر العسل ن occurs نضغط نق enfer happier نضغط علامة صعب ملحة الق sprinkle وبالكام نضغط نق lovely نضغط ملحة الك edits نضغط نق sp الملحة لقد اضغت العناصر أحاولت أن نزج العناصر باش نزيد عليهم الحين لقد اضغت العناصر سوف أبدأ اضغت العناصر الملحة أضغت العناصر الملحة وعناصر القراء الملحة ملحة جيدة الملحة رائعة ونجزة تظهر أضغت العناصر الأفضل ونجزة تقوم بسطة أضغت العناصر كما نجزة أضغت العناصر الكرموس فاكهة ونجزة ونجزة أضغط الملحة الملحة تضغط الملحة أضغط كما نضغط ونجزة الملحة 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 ونجزة اللحظة اشترك بفارة فوق لو كيك غادي تطيبوهم مدة 25-30 دقيقة في 200 درجة الحرارة شبيعة تكون سخول الفرن مزيان وغا تخلوه عينكم عليها كيك is ready لو كيك وجد look at it looks so good you can always add a drizzle of honey just to enhance the flavor uh figs always call for uh some sweetness لو كيك ممكن زود فوقوا شوية دلسل لعقاش الكرمس ديم كيبغي الحلاوة so it's all good my friend when you cook the figs they become so yummy and release their sweetness i hope you're gonna try my recipe and enjoy it and always remember it's not what we eat it's what we eat الاصديقة اديالي منك تطيبوها للكرموس في الكيكا كيتلقوا بحد الحلاوة الرائعة وكيتأسل كنتمنى انكم تجربوا هاد لاغوستات وتعجبكم ودائما ما كيهم شو مقتاش كنناكلو كيهم شنو كنناكلو اساور بصحة اشتركوا في القناة